السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نقدم لكم واحد درس جديد هو درس العين والحاجب يعني هاد الشكل هادا بحل شكل ديال العين وبحل شكل ديال الحاجب هادشي علش انا سميته بهاد الاسم هادا فاول حاجة تنديروا هي تنتبتوا الخيط وتنديروا الغرزاق اللولاق الان لوي والخيط ثلاثة اللويات على الابرة تنطلعوا الابرة ديالنا من وسط هادوك ثلاثة اللويات هناك تنجرق تنديروا هنا الابرة في الوسط ديال العين باش ندير هاد الغريزة هادي الفقانية الان غير نرجع يعني هادك الغرزة اللي كونت هي الي غاد نرجع نخدم فيها واحد جوج ثلاثة اقتلوا الخيط لاتة تلويات نطلع الابرة ونرجع لهاد المكان هادا هاد الرويس هادا اللي عندي في الوسط تنرجع لي باش نكون هاد الغرزة هادي هي الي غاد نبقى انا هنا خدام عليها هنا كما كتشوفوا هادية يعني الدرس الثاني ثلاثة اللويات تنجروا هنايا الخيط مزيان وبطبيعة الحال غير نرجع هنا الوسط هادك النقطة غاد نخدم فيها هاد الغرزة هادي هادية تالتة الان غاد نخدم الرابعة واحد اتنان ثلاثة تلوي دائما الخيط لاتة تلويات لانا انا هنا استعملت الخيط مبروم على ثلاثة شعرات من بعد موضع ثلاثة اه اه اربعة الدرسات غاد نرجع للتوب دائما نرجع نحاول هنا عينكم ميزانكم هنا في الخدمة المهم هو تكونوا هاد شكل دي القوس هاد نصف دائرة او قوس فتبتنا هنا يا الخيط بشكل جيد انا ارجع يعني هنا نضرب مرة اخرى في التوب نطلع الابرة ديالي من هنا انا ارجع لهاد النقطة هادي اللوي ثلاثة اللويات ونطلع الابرة مرة اخرى بنفس الطريقة ولكن هنا بحالة تنعكسه تنعكسه يعني لان احنا ارجع ندور ليدي فهنا كونت الغرزاق اللولة نرجع نخدم الدرساق التانية دائما تنلوي ثلاثة اللويات لانني استعمت الخيط على ثلاثة شعرات نرجع لهاد النقطة هادي وندير هاد الغريزة هادي الصغيرة نرجع كذلك مرة اخرى ونكون هنا دائما هادي الدرسة رقم ثلاثة نبقى غادين كتحسبوه هنا ماشي ضروري انكم تديروا نفس العدد اللي انا درت ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا كل واحدة تستخدم العدد اللي بغات على حساب الحجم ديال الدرسة اللي هي بغاتك كداش يعني بغاتها فتستعمل العدد مناسب لها فهادي الدرسة رقم اربعة دائما تنستمر يعني بنفس الطريقة نجر هنا يا الابرة ونكون هنا الدرسة رقم خمسة مرة اخرى نخدم هنا الدرسة رقم خمسة يبغى تستعمل نفس العدد اللي انا استعملتو وتستعملو هنا نكملو بشكل عادي جدا هنا نكون درسة رقم ستا ونمشي وغير بشوية يعني هنا فاشتي طوال الخيط تتعاب شوية الخدمة ولكن هالدرس سهل بسيط هذي الخدمة رقم ستا الدرسة رقم ستا عفون هادا بغات نكونو رقم سبعة كما قلت لكم هنا را عينكم ميزانكم في الخدمة اللي بغات هنا توضع مثلا غير سبعة توضع غير سبعة هناك انزيد انا هناك تامنة رقم تمانية ونكملو الخدمة بشكل عادي هنا شوفو لاحدو معايا مزيان كيفاش لويت الخيط درت هالطريقة هذي بش نقدر انني نتبت الخيط هنطلع الابرة من الاسفل ديال هادا الخيط هادا يعني من الوسط من وسط هادا العوينة اللي انا كونت غادي نجمع هنا الخيط ديالي مزيان ونتبت هادا هادا العمل هادا جيد هادا العوينة ديالي هادا بسالينا العين غا المدودبة هنا في الحاجب فنرجع هنا نخدم عادي جدا لوي ثلاثة اللويات ونخدم هنايا ونرجع اللوي الخيط بش نكون هادا الغرزة ديالي اللولة غادي نخدم هادا اللوي كذلك مرة اخرى الخيط ثلاثة اللويات ونطلع الابرة هنا غا نكمل كما قلت لكم الخدمة بشكل عادي حتى نوصل الراس ديالها هنا انا غادي نستعمل 13 درسة ما تنسوش اللي مهتمة بمجال الكروشي دخول القناة ام ماريام الكروشي غا تلقوا الرابط اسفل فيديو في صندوق الوصف اضغطوا على الرابط غا تمشيوا مباشرة للقناة شوفوها اللي عجباتها تشترك في القناة انا بغيتو هنا يجي كبير واحد شوية وفي نفس الوقت يجي متناسق لاحظوا معي هنا انهم ثلاثة جوا متناسقين هنا اخذيت اللون اخر اللون الابيض استعملتو هنا على ثلاثة شعرات دائما ثلاثة شعرات هنرجع لهذا النقطة هادا هنا غا تلقوا هادا الغريزة الصغيرة في البداية المهم هو انكم تبتو الخيط بشكل جيد تلوي ثلاثة اللويات ونطلعوا الابرة نرجع لهذاك الفراغ دائما تنرجعوا لهذا الفراغ وتنكونوا هادا الغريزة الفوقانية ونحاولوا نقصحوا شوية درسك بجي واقفة وشية دفراسها كيف ما كتعارفوا الدرس داروري خاستو كون واقف واللي بغا تستعمل الخيط على ربعة شعرات استعملو ولكن من اللي تبغوا تخدمو هاد درس هادا اللي خدمتو انا باللون الابيض استعملو الخيط غير على ثلاثة شعرات لان هاد ريس هادا من اللي كتستعملي عن الخيط على ربعة تيجي شوية كيبان بوحد شكل سراحة مزوينش ما تيبانش متقون هاد شي علاش من الافضل خدموه بالخيط على ثلاثة شعرات فالخيط على ثلاثة يبين الخدمة انها متقونة ومزيانة خصوصا الى قصحتو اللي ريدكم هنا في الخدمة فهنا كملو الخدمة عادي جدا غا تلقاوا انتوما هنا غا يبانو لكم محد الغريزات هنا ايا كملو الخدمة هنا لاحظو معي مزيان كيفاش غا نتاقل من هاد درسة انا بده الدرسة الاخرى فانا هنا غا نخلي هاد الماسافة هاد الماسافة كيفش غا نحسبه حسبته هادوك ربعة يعني هنغر عينكم ميزانكم حسبوه 4 واحد هنغر اكملو المواهم ربعة حسبوه مع عينكم ميزانكم وطلعوا الخيط من هنغر هاد المكان باش نبدأوه هنا غا نبدو بهادك الدائرة الصغيرة اللولة رقم واحد اللي بدينا بيه عادي كيف ما بدينا هادي كيف ما غا نبدو تانية تنتبتو الخيط بيه انه هنا يمزيان لاحظو ان هادك الفاراة هولا غا نخدم في هادك الدرسة فهنا غا دي رجع نخدم كذلك ربعة الدرسات ونلسقهم يعني في هادك الجيهة الاخرى وارجع نكون العين يعني العين كيف ما كتشوفوه يمكونه منجوج يعني هنا قعدة رجع ندير هادك الحاجب اللي فيه الدرس باللول الابيض انا اعتبرتو يعني اعتبرتو حاجب حتبالي فيه هادك الدرس الابيض كيبان يعني بحل الرموش بحل يعني بحل الحاجب ففعلا صار حاجتي يشبه للحاجبتش علاش هانا سميتها بهاد الاسم هادا كنتمنى هاد الاسمين هالاعجاب ديالكم وكله وحده تستعمل الحاجة اللي اعجباتها هنه جيول هاد الوساطة دي العوينة ديالي كيفش غنكونه فتنرجع هنقل هاد جادي ببساطة وسهولة بتنجيل هنه هاد مكان هنه عينكم وميزانكم غادي نتبت الخيط اولا باش نقدر نتبت هادك هادك العوينة ديالي نتبتها بشكل جيد لانها هي بطبيعة الحال لما تبتناش را ما غاداش بقى تابتها انجرها وغادي هنا نحاول ندخل يعني الابرة من وسط هادك الخدمة بهاد الشكل هادا وباش نقدر انا نتبتها مزيان عنارجع نتبتها كذلك من جيال اخرى هنم اللي كتساليوة الخدمة تباليكم بحل الضفرة هادك هادك درسة فوق درسة فوق درسة تباليكم في الصورة هنم تباليش بشكل واضح ولكن راها تترجع بحل الضفيرة خصوصا ما اللي تنقلبوها لاحظوا معايا مزيان هنه فين تبت انا الخيط درت لي اجوج دربات بش يعني تبت مزيان وتبقاش الطير تبقاش يعني تمشي هاكا وهاكا فنلسقها في بلاستا هنه لاحظوا معايا مزيان يعني انا هنه ممكن استعمل هاد العقيق شوفوا انتو ما الحاجة اللي عجباتكم انا انا فضلت اني استعمل اللول الابيض لان اذاك الدرس درتو باللول الابيض قلت عليش من ديرش العين تاهية باللول الابيض ولكن اللي بالليها مناسب لول اسود دير لول اسود والمهم كلها واحدة تتخدم على حساب هي الخدمة اللي عندها فكنتمنى ان هاد فيديونا الاعجاب ديالكم متنسوش من اللي ترجعو هنا يا الخيط هاد الخيط هاد اللي ركبتو بي هاد هاد العقيقة هادي غتبقوا غادين كتركبو بي العقيق كامل ديالكم او القب او اللي بغيتو تخدموه متنسوش تبارتاجي والفيديو مع الناس اللي ستتعجبهم هاد الفن دير راندا ودائما يعني لايك وشكرا على المتابعة